اشتركوا في القناة من كتاب الصوم عشرة بواب ونحن الآن في الباب الحادي عشر يقول البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا البخاري يعني يحب دائما أن يترجم بالأحاديث قال وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم صلة ابن أشيام ياروي عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن صيام يوم الشك يقول من صام يوم الشك يعني يوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا يعني أخذوها فائدة يقول البخاري في الترجمة يعني في العنوام هذا يقال له حديث معلق لأنه ما أتى بالإسناد قال وقال صلة عن عمار فإذا جاء بحديث هكذا فهو ثابت إلى من علق عنه يعني هو هنا علق عن صلة عن صلة ابن أشيام فلذلك هو ثابت عن صلة عن عمار من صام يوم الشك قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الشك هنا في خلاف من أهل العلم في تحديد ما هو يوم الشك يعني أخذنا 29 يوم في يوم الثلاثين ممكن يكون هو يوم الشك لكن بعض أهل العلم يقول يوم الشك إذا كان الجو صحوا يعني ما في غيم ما في صحاب فهذا الذي يقله يوم الشك فهذا لا يصام وصومه يكون حرما أما لو كان في غيم فبعض العلماء يقول يصام وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في مكانه في البخاري يقول وسقى الإسناد عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهذا هذه يعني عند البخاري السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر هو يروي عن عبد الله ابن مسلم يعني قعنبي قال عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سلسلة الذهبية لأصح الأسانيب عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلالة ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له يعني اقدروا له ضيقوا عليه أو اقدروا له يعني اقدروا أنه فوق السحاب أو اقدروا له يعني أتم الصيام صيام شعبان ثلاثين كلها محتملة فجاء بالأحاديث الأخرى التي تبين هذا الاحتمال هنا قال أن رسول ذكر رمضان ما قال شهر رمضان فهذا يدخل في الباب السابق يعني لماذا قال أتى بهذا الحديث في الباب السابق لأنه في كلمة رمضان وليس شهر رمضان وكله واسع ثم ساقى الإسناد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلا فلا تصوموا يعني اليوم الثلاثين حتى تروه تروه أي ماذا أي الهلال فإن غم عليكم يعني صار في غمام في السماء فأكملوا العدة ثلاثين يعني أكملوا العدة ثلاثين هذه يحتمل عدة رمضان أو عدة شعبان لكن هو في رواية صحيحة أكملوا عدة شعبان ثلاثين كان بعض العلماء تكلموا فيها من ناحية الأسانيد لكنها صحيحة أكملوا العدة عدة شعبان ورواها البخاري تأتي معنا فالعدة ثلاثين متصوب بعدة شعبان للرواية الآتية قال وساقى الإسناد عن جبل ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني كام ثلاثين أو هكذا وهكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة يعني تسعة وعشرين يعني شهر ممكن يأتي تلتين وممكن يأتي تسعة وعشرين ففي هذه الرواية يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة يعني عشرة وعشرة وتسعة صارت كام تسعة وعشرين إذن يكون المجموع في تسعة وعشرين يوما ثم بعد ذلك نتراء الهلال في الرواية التي تليها عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول ساق الإسناد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هذه من الدقة يعني يقول أنا ما أدري هل قال النبي يعني الرابي يقول ما أدري هل قال أبو ريو قال النبي أو قال أبو القاسم وهو أبو القاسم هو النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي لكن هذه من دقة الرواية قال سوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم غبي بالباء بالباء يعني غم عليكم بنفس المعنى الغباوة يعني الإنسان يستتر واحد يقول فيه غباوة أنه ما يفهم بسرعة فإن غبي عليكم يعني عدم الفطنة يعني خفاء الهلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فهذه فيها بيان الاحتمال السابق لأن في السابق أكملوا العدة الثلاثين بعض العلماء يقول لعله أكملوا العدة أي أكملوا عدة رمضان ثلاثين هذا مذهب الحنابلة كان ابن عمر يبعث من يرى الهلال فإن لم يرى الهلال أكمل عدة رمضان أكمل شعبان تسعة وعشرين يوما ثم صام صام أول يوم يعني بعضهم يقول أن أصوم يوما من رمضان أحب إلي من أن أفطر أن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان لكن هذا الكلام مرجوح ليس صحيح الصحيح أننا إن وجدنا الهلال صحيحا واضحا لنا فإننا عندئذ نصوم إن لم يكن حتى ولو كان هناك غيم فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثين كما في هذه الرواية الواضحة البينة أيضا في الرواية التي تليها سقى الإسناد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلا من نسائه شهرا آلا يعني حلف حلف أنه لا يطأ النساء شهرا قال فلما مضى تسعة تسعة وعشرون يعني يوما غدا أو راح يعني جاء إلى نسائه فقير له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا فالإن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما يعني يمكن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما نكتفي بهذا اليوم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة